نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الاعلان عن انشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام واكد اللواء اشرف احمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ان احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق اول عبد المنام رياض والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الامامية وان ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الابرار الذين جسدوا بارواحهم اسمى معاني الوطنية والفداء وصطروا اروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكدا ان القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لابنائها من اسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لاعلاء كلمة الوطن